كما اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع معالي السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة حيث تم بحث سبل توطيل العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات إضافة إلى مناقشة عدل من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وقد أشهد معالي السيد سامح شكري بما تشهده مملكة البحرين من تنمية وتقدم مستمر بفضل رؤية الحكيمة لجلالة الملك المفدى متمنيا للمملكة المزيد من رفعة والازدهار من جانبه أعرب معالي وزير الخارجية عن اعتزازه بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور لكونها قائمة على التواصل والتعاون المشترك والمواقف والرؤى المتطابقة في التعامل مع القضايا العربية والإقليمية والدولية وأكد معالي موقف البحرين الثابت والداعم لمصر مشددا على أن أمن واستقرار مصر هو أساس استقرار الأمة العربية معربا عن بالغ تقديره للمواقف المصرية المساندة للبحرين وحرصها على ما فيه صالح دول وشعوب المنطقة